ضغطة الزر التي تفعل مهمة الضغط الأقصى على إيران ويمتلكها ترامب عنوينه خطط لسياسة أمريكية جديدة قد تجعل إيران توجه اختبارا وجوديا حملة ترامب الجديدة للضغط الأقصى تهدف بحسب تقارير لتحقيق هدف محوري وهو إفلاس إيران اقتصاديا ولكن ليس إفلاس عشوائيا بل خطة محكمة تعتمد على تعطيل شرائين التمويل التي تغذي حلفاء إيران الإقليميين وبرامجها النووية وتكشف تقارير الواقع الميداني المرتقب لما سيفعله ترامب حيث من المتوقع أن يعود لسياسة الضغط الأقصى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات قياسية ترامب سيضاعف هذا الضغط بمنع أي شريك دولي من التعامل مع إيران اقتصاديا مستخدما التهديد بإجراءات عقابية صارمة على المخالفين بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل الميليشيات المدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن من خلال فرض عقوبات شديدة على البنوك والشركات المرتبطة بهذه الجماعات وتعزيز الحصار البحري على إيران مما يعرقل قدرتها على تصدير النفط واستراد السلع الحيوية وجهاته نظر ترى أن خدعة السلام من خلال القوة التي انتهجها ترامب توحي باستخدام ذكي للغموض الاستراتيجي من خلال التلويح بالقوات العسكرية لتحقيق الأهداف دون الدخول في مواجهات مباشرة هذا الأسلوب يجعل إيران في موقف دفاعي دائم ويبقيها في دائرة عدم اليقين حول خطوات واشنطن المقبلة كما يقول مراقبون أما الجمهور الأمريكي فقد يجد في هذه السياسة عودة إلى الصرامة الترامبية لكن السؤال الأكبر يبقى هل تستطيع إيران الصمودة أمام هذا الضغط المدروس؟ ذلك ما ستكشفه الأيام المقبلة اشتركوا في القناة